السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم مع نفس شيوة جديدة مشيوة اوم شمس كانت منها دائما تكونوا احسن الاحوال وفي تمام صحة والعافية يوم ان شاء الله سنقترح لكم جلاس بطريقة جد مبسطة سهل في التحضير بدون تعقيدات كانت من الوصفات اليوم انتنا استحسنت لكم واعجبكم دائما اعجبتكم الفيديو فما تبخلوش علينا بلايك وتعليق دائما باش تشجعونا دائما نحطوا فيديوهات جديدة ولا كنتوا اول مرة تزوروا القناة وتكتشفوها فكذلك ما تنسوش انكم تابنوا في القناة وتغطيت زل احمر ابوني او الاشتراك كذلك تفعلوا الجرس باش تصلوا دائما بجديد القناة ومشو مباشرة المقادير وطريقة التحضير ديالجلاس دينات اليوم فبالنسبة للمقادير اول حاجة غناخد هاد الوريو هاد المعروف يعني ممكن تحت يعني تحت تستعملو اي بيسكوي كما غتشوفوا معي يعني هنستعمل تالبوات ادخرين ديال البيسكوية ادخرين هناخد هاد الوريو هادا هنحاول انني ناخد هاد البوات ديالو وغادي نقص له هاد الفوق هادا باش يعني متكونش كبيرة بزاف في القهيس هادو هما العلب اللي غنستعملو وكذلك غادي ناخد هاد الوريو هادا وغادي نحاول نهرمشو هكا بالمثلك سافية غادي نعملو هكا في واحد جبيبينية بحال هاد الشكل وغادي نحطوه مع المقادير لان انا غنستعملوه من بعد فبالنسبة المقادير اللي غا نحتاج غادي نحتاجوه هنا علبة ديال الكريما ديال الميتين جرام او الميتين ميلي بحال بحال هنا عندي اه كريما غير محلات يعني ما فيهاش سكر اني كنستعملها دائما كما ولفتو معيه في الطبخ او في الحلويات غادي نحتاج كذلك علبة ديال اليوغورت هنا استعملت هناك هاد الاناناس ممكن تستعملو اي نكهة حبيدو حتى الفانيلا وغادي نحتاج جوج مع علقات كبار حتى الثلاثة ديال صلصات الكراميل اللي كنت عملت معاكم الرائعة هنا فعملتها خفيفة وغادي نستعملو هاداك اوريو اللي هرمشنا هنا بالنسبة للكراميل فعملته خفيف يعني ما فيهش شوكولات بزاف هادو ما المقادير فبنسبة لطريقة التحضير يجيد سهله غادي ناخد هاد الكريما اللي عندنا ومن ضروري والمؤكد انها تكون باردة مزيان يعني قبل ما تبدو عملوها في المجمد مدة من 20 حتى 30 دقيقة تكون باردة مزيان غادي نعملها في التحانة الكهربائية هدي هي الاستوس او الجديد اللي غادي ان شاء الله يسهل عليكم اكثر غادي نعملوها في التحانة الكهربائية وغادي نتحنوها كيما غادي تشوفو ولكن كيما غا تشوفو معايا غا نديرها على رقم واحد وغادي نخليها ما تباصيوش فيها اولا ما تعدوش واحد المدة ديال واحد ثلاثة تاواني ولا اربعة عارة هدغيي كتطلع عندما غا تشوفو معايا هنا كتبقى تطرب حتى كتبلكو معقادة صافي كتفو عليا يعني ما تبقاوش تطربو فيها حيتي لا تطربوها اكثر من القيس ستتعود تخففت تعودوا لي جاريع يعني هنا باش نسهلو الامور وفي نفس الوقت لغيي الغلاس ديالنا هدغيي وجد منها ما نبقاو نطربو فيه بلا قيس هنضيف هنا الاساسات الكغامير لي يجوج معالق كبار دي اساسات الكغامير انا غا نبنن وغادي كدالي كدالي تحلية اولا الحلاوة ديال هاد القلاس هي الكغامير وغادي نضيف كدالي اليوغورت بنك هاد الكغامير الاناناس وغادي نتحن مرة اخرى على خفيف يعني غا نشعلها هي كهي شوية ونتفعلها صافيها هي وجدد يعني ما تتحنوش بزاف هدا هو المؤكد عندي فبحال هاد الشكل كتكون عندنا الكريمة عقدة زوينة يعني ما تتحنوش بزاف باش ما يعودش يخفاف معاكم الخالد فهو روخ يخفاف يعني غلاس كي يجي رائع ولكن يعني لابغيتو هكا يجيكم كريمي اكتر يعني بديدون ما نبقاو نطربو بالطراب الكهربائي وبقاو يعني واحد عشر حتى خمسة عشر دقيقة ونتي وقفة فهالطريقة يجيد سهلة هنا غادي ناخد الجيب الحالواني وغادي نعمل فيها الكريمة ديالي نصف ديالها ان النصف الاخر غادي نضيفو له الاوريو غادي نجيب هادوك هانتوما هاد الساشيات لي كيكون فيهم البيسكوي استعملوا اللي بغيتو الحجم اللي بغيتو كنت نقصه منه وتقده بالمقص وغادي مدا نعمرهم ودائما حرصوا ان هاد الساشي هدي يكون مقاد يعني ميكونش فيه كميشات من التحت وذك شي باش ميكونش في القلاس غادي نعمرهم هكا بجي بالحلواني كي يجي اسهل وكيعمره يعني من الجوانيب وكيعمر هدك العلبة كي تعمره مزيان يعني مكيكونش فيها بلاسة خاوية او للهواء انتو ما مني كان نعمرها بجي بالحلواني كيجي سهلة بزاف وتوجي دي القلاس دي الولادك اللي كيتباع بتامان غالي شوية اه لي هو مقنوم المعروف وتوجي دي بطريقة سهلة وبسيطة وكذلك كي يعطيك نتيجة احسن 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 انا غا نزل كيميات الكريمة اللي بقتلية تانية وغادي نضيف عليها هنا الوريول اللي هرمشنا يعني الناس في الكيميات عملت فيه اه عملتوا هي كريمة عادية بالكا غامل واليغورت وهادي غادي نرفع ذاك الوريو ممكن هنا تعملوا حتى اللوت وكينا انا احطافت به من بعد باش نعملو كيما اشتو معي دبا نفس الحاجة غا نعاود نعمل هاد الكيميات هدي في جيب الحلواني وغادي نعاود نعمر العلب اللي بقاوليها طريقة طريقة كيما اشترها سهلة بزاف وهنا باش ممكن يعني الاخوة هادو كل الصشيات اللي كنا اللي كيكون فيهم بسكويق ثم اخوة وخبعهم ما تسيبهم شرا غادي نفعوك هكا مرة مرة عمليلو ليداتك الغلاس اللي هو جيد سهل فهنا غا نعاود نعمر هادو ديو الاوريو بنفس الطريقة حال هاد الشكل ممكن كذلك تعملو هون في المول ديو السيليكون للدائريين ديو اللي كوب كيك تيعطوتا ومشكي يلزوين وغادي نستمر هكا حتى نعمر هاد العلب هادو كاملين بنفس الطريقة وبالنسبة العلب وخلي واحد الفارغ فين غادي نضيفو هاداك العويد اللي كيكون في القلاس فهنا ما بينات لهاد العلب غادي نعمل ورق الطبخ على هاد الشكل هادا علاش غير باش داك العلبة وداك القلاس اللي غان تحصلو عليه يجي يعني ما يجيش بومبي يجي بحليس حلاكا يجي مقاد مصاوب ودبا غادي ندير واحد شوية هنتو معكتها من الجوانب وغندير شوية دي البلاستيك الغيدائي من الجوانب باش ممشيوش هكا و هكا يعني تحبسو وغادي نجيب دا بادوك العويدات ديو القلاس را موجودين ممكن غاقا عهل داك العويدات اللي كيكونو الوليدات كلها و القلاس ممكن نطلوهم زيان وكذلك نشمشوهم و بتاهمت ستعملوهم اما راهم متوفرين يعني في الاسواق متوفرين غادي نجيبوهم على هات الشكل و نعملوهم هكا فهد الخالد وعالكريما راها شدة يعني ماشي جارية كي يشدوه مزيان وساهلين هاتو ما شوفوا يعني طريقة ساهلة بزف طبعا غادي ندخل هاد القلاس ديالنا اللي مجمد حتي يجمد جيدا ممكن ندخلو ليلة كاملة او 4 سوايا اللي مجمد حتي يجمد تماما ومن بعد ما يجمد غادي ناخد كيمبيا ديالشوكولات على حسب القلاس اللي عندكم ناخدو كيميا نعملوها في كاسها كي يكون شوية طويل ونعملو عليه كيميا دياللوز انا عادي هنا اللوز اللي مهرمش ومحمر في الفران احنا تقريبا نعمل واحدة ربعات المعلق كبار يعني كيميا دياللوز على حسب بوش بغيتو يكون باين بزف لقلاس او لا لا انا غا نعمل هاد ربعات المعلقات نحرك مزيان سافين بعد ما كان حركو كيكون وجدة عندي غادي نجيب مباشرة القلاس ديالنا اللي جمد تماما المشتو كي يجي رائع بزاف وشد فراصو يعني طريقة اللي بسيطة بزاف غادي نجيبه دابا وغادي نبدأ نفتح هاد الحبات ديال القلاس انتوما كي خرج عنا قلاس مقاد مصاوب بكل سهولة هادو اللي هادا اللي عملت فيه اه الوريو وهدا اللي بقات عي الكريمة بوحدة على هاد الشكل شكيفة شكي يجيب وممكن يعني تعملو نوغا يعني بالكارامل داخل ممكن يعني تفنيني كيف ما بغين تفلي قلاس وممكن نمشي في القلاس العادي هكا بكريمات كيف ممكن انك تعملي ذاك القلاس اللي عملنا بالفواكه فقط كذلك تعمليه بنفس الطريقة فبحلا هات الشكل هكا من بعد ما زولتهم ودا با غادي نبدو ناخدو هاد القلاس دينا وغانين ندخلوه في هاداك الشوكولات ومعا حيث هو جامد يعني حاولو كي تدخلوهم الشوكولات زولوه بسرعة باش مياخد لكم طبقاتي الشوكولات كتيرة بزاف صفيوك تحاولو انكم هكا على هات الشكل يعني تنزلو شو يدك الفائد اللي كي بقات يا الشوكولات على هكا را كي يجمد عليه الشوكولات بسرعة انه هو جامد يعني كي تتخرجوه كي ينزل منه شوي كي يباليكم ان الشوكولات جمد يعني را ساهل بزاف فقط الكاس اللي غا تستعملو يكون تعبروه مع القلاس اللي عملتو قصور فعملو كاس عادي اما اللي عملتو هكا قلاس يكون كبير في الحجم فمضروري يكون الكاس يعني يكون كبر منه باش تستخدمو براحتكم سوفي غا نستمر على هات الشكل هادا بعد ما كان تشكلوا على هات الشكل كان عمل لي هاتا كله على شكل مقنوم باللوز والشوكولات كان دخلو المجمد تقريبا واحد ملساعة او لساعة يعني يتجمعتك الشوكولات مزيان فيه سوفي كتقدمي الوليدات بحالة الشكل كي يجي ساهل قد تتيه في البيت ديالك كي يجي ولا اروع والوليدات كيفرحو بيه بزاف وما كيعرفوش لما شافوكش مايعرفوش ابدا وما يتيقوش انك قد تتيه في البيت وكان شكركم دائما على حسن المتابعة وعلى تشجيعكم دائما لنا وكي ماشتو كي ميكي يجي من الداخل بجد رائع فما بقى لي الى نقولكم الى وصفة مقبلة بإذن الله كان سبعكم ام شمس والى اللقاء اشتركوا في القناة